أوضاع صعبة يعانيها الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل الإجراءات العنصرية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم تزداد هذه الأوضاع صعوبة خلال فصل الشتاء نتيجة النقص الشديد في المستلزمات الشتوية للأسرى من ملابس وأغطيط ووسائل تدفئة وتتفاقم الأوضاع صعوبة في السجون التي تتواجد في المناطق الصحراوية كسجون النقب ونفحة وبئر السبع خاصة وأنها تضم عددا كبيرا من الأسرى حيث هذه المناطق تكون شديدة البرودة في فصل الشتاء ويحتاج الأسير فيها إلى أكثر من غطاء ليقيه من البرد والأمراض التي تنتج عنها وتتعمد إدارة مصلحة السجون عدم إدخال الأغطيات الكافية للأسرى إلى جانب هذا يعاني الأسرى والأسيرات من سياسة إهمال طبي متعمد تمارس بحقهم هذا إضافة إلى الإجراءات العقابية التي تفرض عليهم منها الحرمان من الزيارات وتصعد سياسة العزل الانفرادي وتكثيف عمليات الاقتحام لأقسام السجون وكل تلك الإجراءات تهدف للنيل من عزمة الأسرى وكسر صمودهم حنين الحلو تلفزون فلسطين